اشتركوا في القناة وعربية السعودية الشقيقة بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس ونوها رئيس الجمهورية بمسيرة التقدم والتطور والنموء والازدهار التي تعيشها المملكة تحت قيادتها الحكيمة والتي نقلتها إلى آفاق التطور والمكانة والرفعة والعلاء وأشاد رئيس الجمهورية بمواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة والمشرفة وبوقوفها الأخوي إلى جانب الشعب اليمني في القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتقديم المساندة والدعم السخي في مختلف المواقف والظروف وأعرب رئيس الجمهورية عن أسماء آيات التهاني والتبركات لأخيه خاذم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية سائلنا الله عز وجل للملك سلمان موفور الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الشقيق في المملكة مزيدا من التقدم والازدهار إلى ذلك بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي بمناسبة احتفالات بلاده بيوم التأسيس وأشار نائب الرئيس إلى ما وصلت إليه المملكة وشعبها من نهضة وبناء عما خيرهما المملكة والمنطقة والإقليم والعالم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين وأعرب نائب الرئيس عن تقديره البالغ لجهود المملكة النبيلة والمستمرة تجاه بلادنا وما تواجهه اليوم من محنة عصيبة جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية التي عاثت في الأرض الفساد وتطاولت في اعتداءاتها وصلفها وإجرامها إلى مستوى استهداف الأشقاء وتهديد ممرات الملاحة الدولية تنفيذا لتوجيهات ملال طهران ومشروعهم التوسعي الخبيث وأكد نائب الرئيس أن المواقف الأخوية الأصيلة ودعم المملكة المتواصل للشرعية وجيشنا الوطني سيظل مصدر فخر وعرفان لدى الشعب اليمني عبر الأجيال قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه نفذ فجر اليوم عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافا عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وأوضح التحالف أنه سيستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة لحماية المدنيين من العمليات العدائية وكان التحالف أعلن يوم أمس تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جزان وقال إن الحوثيين يعاودون إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي وتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الدولي والإنساني استشهد أربعة مدنيين وأصيب آخرون في محافظتي مأربة والحديدة خلال الساعات الماضية جرى انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وقال المرصد اليمني للألغام إن ثلاثة مدنيين استشهدوا نتجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية في منطقة العجار بمديرية صرواح في حين استشهد مواطن وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في مركبة نقل مدنية في مديرية حريب بمأرب إلى ذلك وثق المركز اليمني للألغام إصابة مدنيين اثنين بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم حوثي أثناء مروره مع علامة دراجة نارية في قرية بيت الحشاش بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة شددت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي في البلاد جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم أمس عن اجتماع الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وأكد المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن ولاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا للمرجعيات الثلاث وأدان الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإمارات والسعودية مجددا دعم الحلول السلمية لليمن ومؤكدا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المقتربين حرص الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وقلقهما من تدهور الوضع الإنساني جراء استمرار الحرب الحوثية الإجرامية ورحبت وزارة الخارجية بما ورد في البيان الختامي المشترك الخاص بالشأن اليمني الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وجددت الخارجية رفضها التام لاستخدام ميليشيا إيران الحوثية اليمن منصة لإدارة العمليات الإرهابية وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وخطف السفن التجارية بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة اتهمت رئيسة منظمة الأورومية لحقوق الإنسان الأثيوبية عرفات جبريل ميليشيا الحوثي بتكثيف عمليات التجنيد للاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها وقالت عرفات جبريل إن الميليشيات الحوثية كثفت تجنيدها للمهاجرين واللاجئين الأثيوبيين في صفوفها بعد الهزائم المتتابعة والخسائر الكبيرة التي لحقت بها في الجبهات وجددت جبريل رفضها لتجنيد اللاجئين الأثيوبيين من قبل ميليشيا الحوثي التي وصفتها بالجماعة الإرهابية واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للمواثق الأممية يشار إلى أن ميليشيا الحوثي شيعت مؤخرا عددا من المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا في جبهات القتال المختلفة وسط السمرار الميليشيا في عمليات التجنيد الإجبارية لهم أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التأشيرية للعام 2022 والمقدم من وزارة المالية وأكدت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة معين عبد الملك على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وناقشت اللجنة العليا للموازنات الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة على المشروع والتي ركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي وتكامل السياستين المالية والنقدية وتعزيز الإرادات وترشيد النفقات وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية وشددت اللجنة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات ووقف المشاريع الجديدة وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أي اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الإرادات العامة أو الاستخدامات دشن وكيل محافظة حضر موتي المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي الدكتور هاني العمودي الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال بتمويل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف للطفولة وتستهدف الحملة التي تستمر على مدى سبوع كامل تطعيم 178 ألف طفل دون سن العاشرة وأكد وكيل المحافظة المساعد خلال عملية التدشين بسيئون على أهمية الحملة لحماية أطفالنا من هذا المرض الفتاك وتهديد حياتهم ومستقبلهم احتفلت تعز اليوم الثلاثة بتخرج خمسمائة وثلاثة وعشرين حافظا وحافظة لكتاب الله من جمعية معاذ لتعليم القرآن الكريم وقد شهد الاحتفال حضورا شعبيا كبيرا وطاف الخرجون عددا من شوارع المدينة وسط احتفاء شعبي غير مسبوق وقد كرمت الجمعية الحفاظة والحافظات بحفل تكريمي أقيم في نادي تعز اشتركوا في القناة